السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أجمل ترعي في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج ليتفقه في الدين هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يقدم لنا في كل يوم من جائزتين قيمة كل جائزة خمسون دولار اليوم عندنا تعرف وأظن أنكم في شوق لتتعرفوا من الفائز الذي يكون معنا اليوم أو من الفائزين الذين سيكونوا معنا اليوم بإذن الله عز وجل السؤال الذي طرحناه قلنا إذا تزوجت الأم الحاضنة التي تحضن الصغيرة تزوجت من رجل غريب فإنها ما الحكم في حكم الحضانة الجواب الصحي كان الجواب رقم ثلاث تسقط حضانتها للصغير بمجرد زواجها إلا إذا رضي والد هذا الصغير إذا رضي ضل عند حضانتها فالإسلام لا يمانع ذلك لكن إن رفض لا يجوز وتسقط حضانتها في مثل هذه الحالة دعونا الآن نتعرف على الفائزين معنا لهذا اليوم ألف ألف مبارك الفائزين معنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى الكل بيكون فائز وإن شاء الله عز وجل ربنا بارك لنا في علمنا وينفعنا بما نسمع من هذه الأحكام الشرعية التي في النهاية نحن نستفيد منها جميعا اليوم بدنا نحكي عن في حلقتنا اليوم عن موضوع مهم هو صور خفية لأكل مال الغير أكل مال الغير أكل حرام أمر خطير جدا وهذه من أخطر الأمور يمكن واجهها للإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به يعني الإنسان اللي جسده بنبت من الحرام وأكل الحرام هذا إلى النار وإلى جهنم والعياذ بالله وعواقبه كثيرة في الدنيا والآخرة وهذه قضية خطيرة جدا في الدنيا الإنسان قد يدعو عليك هذا اللي أنت أكلت حقه فتهلك ويدعو عليك على أولادك على حياتك بتتنقص بتعيش بهم بغم في شبرك ممكن تضرب في ابنك في جسدك في مرضك لا تدري كيف وأيضا يوم القيامة هذا الإنسان سيتحول هذا المال الحرام الذي أكله الإنسان سيتحول إلى وبال عليه وعقاب عليه يوم القيامة عندما يأخذ الناس حقوقهم يوم القيامة فلا يبقى معه حسنات ثم يضعون عليه من سيئاتهم ثم يطرح فيه في النار لماذا؟ لأنه أكل الحرام الآن بعض الناس لما تقوله أكل الحرام على طول بروح على باله على الصور الظاهرة وهي أكل حرام حقيقة لكن هل هي تكفي؟ أنا بروح وقول لك أنا ما بغش أنا ما بسرك أنا ما بختلس أنا ما بشهد الزور هذه كلها صور واضحة للحرام وهم يبتعد عنها لكن أحيانا نقع في صور لأكل أموال الناس ونحن لا ندري ويكون فيها حرمة ونحن لا ندري لأنه نجعل أمور كأنها سهلة لكنها هي خطيرة وهو أكل حقوق الناس يعني من ضمن الصور الخفية دعونه أن نطرح بعضها أولا منع الزكاة لا يجوز للإنسان أن يمنع زكاة ماله أو يؤخر زكاة ماله لأنه هذا فيه أكل أموال الناس بعض الناس عنده ملايين ولا يخرج زكاة هو يخرج بعض الزكاة بعض الصدقات يخرج له ألف شيكل ألفين شيكل عشر تلاف شيكل لكنه لا يحسب حساب الزكاة تماما أي إنسان لا يخرج كل زكاة ماله هذا هو عبارة هذا المال مش مال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروب إذن هو في الحقيقة أكل مال هذا الفقير أكل مال الناس أكل مال الفقراء فهو قد أكل الحرام وأطعم أبناءه الحرام هذه صورة خفية الناس لا ينتبه لها أيضا من الأمور المحرمة الحرمان من الميراث بيجي واحد بيخلي أخته تتنازل تخجيلا أو ضغطا أو حياء يقول يا أختي بدك تخدي ميراث تقاسمينها أو أبوها بتغط عليها فتتنازل لأخوها خجلا وهي بدها هذا المال هذا أيضا أو بيجي بالغصب إذا ما بتتنازلي ما بتروح تعمل لنا التقارج أنا عمري ما بفوت عليك هي حرام عشان ما كسرت الجناح بدأ أخوتها يفوتوا عليها بتروح بتتنازل أحيانا عن هذا الميراث هذا أيضا أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز أيضا من ضمن الصور الخفية الذي لا يتعرفها الناس أو يجهلونها هو الإضرار بالزوجة اللي تتنازل عن المهر بيجي واحد بتدس زوجته الإسلام بيقول لك بتكازز زوجها يمسكونا بمعروف أو سريحونا بمعروف يعني يمسكها بالمعروف أو بدك تطلقها بالمعروف وعطيها لا يحلك أن تأخذ من مهرها شيء إلا إيه عن طيب نفس لكن تضغط عليها بعضنا شو بيعمل؟ بأجلها بروح المحاكم برفع قضية كل هذا عشان يش عشان ينزل من المهر وهو هو بكون السبب عليه وهو اللي بدوش وهو اللي بدوش هذه المرأة هذا أكل ما للناس بالباطل إنت أكلت مالها بالباطل حرام تأكله بيكون نار في جسدك ونار ستحاسب عليه يوم القيامة بدنا ندير بالنا لا يجوز الإضرار بالمرأة حتى نأخذ جزء أو تتنازل عن جزء من مهر أيضا من ضمن أكل مال الناس بالباطل الشعوذة والسحر بيجي واحد بتخوطوا على هالناس أحيانا في عندنا بعض اللي بروحوا بيعملوا سحر وبيعملوا حجب وبعد كده بتروح لهم الناس وبيأخذوا منهم 100 و500 و1000 شيكل و1000 شيكل وهم بيعملوا لهم طلاص وبيعملوا سحر وشعوذة احنا ما بنقول هناك بعض الرقاع حقيقة جيدين وكذا هو لتفرغه يأخذ بعض الأجر المناسب له هذا ما بنحكي عنه نحن بنحكي عن ناس المشعوذين اللي بضحكوا على الناس أو يستغلوا حاجة الناس ثم يأخذوا منهم الأموال الكثيرة بحجة أنه بدي يعمل له حجاب للحب وحجاب للطلاق وحجاب مش عارف إيش هذا أيضا مما هو لا يجوز أيضا من ضمن الأمور اللي الناس تغفل عنها هي سرقة المياه والكهرباء بقول لك يا شو يعني ما الناس كلها بتأخذ هاي الكهرباء بهيل الجميع هاي مويت البلد فهو يسمح لنفسه تحت مبررات معين أن نروح يسرق بعض الماء يسرق بعض الكهرباء هذا أيضا لا يجوز لأنه فعليا هو أكل مال كلها للبلد لأنه كلها الملد شركاء في مثل هذه البلدية أو مثل هذا الكهرباء أو هذا الماء وهو أخذ شيء ولم يدفع ثمنه فهذا هو من باب الحرام الذي لا يجوز الإنسان أن يفعله وأكل مال الناس بالباطل كل هذه الصور وقيسوا عليها هي قد تكون أحيانا أكل لأموال الناس بالباطل فانتبهوا لها ولا تكونوا فيها من الذين ينبت جسدهم من الحرام فتكون النار أولى به سؤال اليوم يقول ما حكم قيام الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث الخيار الأول يعتبر الوالد آثم شرعا ويجب على باقي الورثة أن يعطوا المحروم حقه أو لازم رجعوا له حقه السؤال الثاني يعتبر الوالد آثم شرعا ولا يجب على باقي الورثة أن يعطوا المورثة شيئا بحكي شرعا من ناحية شرعية الرقم الثالث من حق الوالد أن يحرم من يشاء فهو ماله وله حرية التصرف في هذا المال أي هذه الإجابات صحيح أرسلوه مباشرة لنا لتكون واحد الفائزين بخمسين دولار مقدم البنك الإسلام الفلسطيني إلى ذلك الحين وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله ذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة